ترأس ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ترأس الاجتماع الدوري الأربعين للمجلس حيث أشهد المجلس بالتوجيه الملكي السامي بتطوير مدرسة الهداية الخليفية إلى جامعة وطنية تطرح برامج نوعية متميزة تخليدا لريادة البحرين التعليمية هنأ المجلس جلل تعاهل البلاد المفدى الرئيس الأعلى لجامعة البحرين بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس هذه الجامعة الوطنية والإنجازات التي حققتها بفضل دعم ومساندة القيادة الحكيمة لوطننا العزيز هذا واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال من أهمها تخويل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بدراسة طلبات شاء جامعات خاصة بتحويلها بعد الدراسة إلى اللجان الفرعية المختصة وذلك في ضوء تلقي الأمنة العامة المزيد من الطلبات من عدد من الجامعات العريقة تخذ المجلس العديد من القرارات ومنها أيضا اعتماد التقرير الخاص بالاعتماد الأكاديمي لعدد من مؤسسات التعليم العالي كما ناقش المجلس اليوم العديد من القرارات ومنها اعتماد التقرير الخاص بالاعتماد الأكاديمي لعدد من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وأشاد المجلس بهذه الخطوات وما تحقق على هذا الصعيد كما وجه المجلس الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بأن تتقدم مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين للحصول على الاعتماد الأكاديمي خلال شهر من تاريخه وهذا يؤكد ويوضح مقدار اهتمام مجلس التعليم العالي بمخرجات التعليم في مملكة البحرين والانتقال أيضا ولله الحمد لمرحلة متقدمة تهدف إلى الارتقاء بمخرجات التعليم ونبدأ هنا إن شاء الله في مرحلة الاعتماد البرامج الأكاديمية ولا شك ما تحقق يؤكد المقدار الجهد الذي بذل من قبل المجلس لتطوير مسيرة التعليم العالي وتمت الموافقة على مقترح ربط الضمان المالي لمؤسسات التعليم العالي بالطاقة الاستيعابية للمؤسسة وذلك حفاظا على حقوق الطلبة وأولياء أمورهم ومصالح أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعات والموافقة على اعتماد معادلات القبول بجامعة البحرين الطبية وفقا لمرئيات الجامعة وبعد موافقة اللجنة الأكاديمية وذلك لخلق حالات التنافس بين الطلبة في القبول كما وافق المجلس على وجوب حصول مؤسسات التعليم العالي على الموافقة المسبقة من مجلس التعليم العالي قبل قبولها من الغير أو تقديمها للغير تبرعات أو هبات هذا وطلع المجلس على تقرير الأمنة العامة بشأن البرامج الموقفة في بعض مؤسسات التعليم العالي نتيجة للمخالفة التي ارتكبتها تلك الجامعات وقرر إحالتها إلى اللجنة الأكاديمية بغرض دراسة واقع تلك البرامج والتأكد من إزالة تلك المخالفات ترجمة نانسي قنقر